تعالوا مع بعض نرحب بالكابتن شاكر عبد الفتاح نجمي الشواكيش والترسانة ونجمي منتخب مصر في حلقة جديدة من المجل كابتن شاكر كابتن مصطفى الحمد لله على السلام الله يسلمك أخبارك إيه؟ الحمد لله بخير ربنا يخليك أخبارك صحيحة إيه؟ الحمد لله بخير ربنا يخليك الشواكيش فيين؟ الشواكيش في الدرجة الثانية دي في الدرجة الثانية؟ للأسف الشديد يعني ده شيء يعني محزن أن الترسانة دخلها في الموسم الـ 14 الـ 14 ها الترسانة نزلت سنة 2009 ما طلعتش لحد الوقت ما طلعتش وللأسف الشديد طبعا يعني الساعة ما نزلت الترسانة في أسباب رئيسية أصلا ساعة ما طلعنا في 2006 ترسانة بالتاريخ الكبير ده اللي كانت بتقعد الأندية الكبيرة وبمكسرة الدنيا يوصل بالحال كده؟ للأسف الشديد يعني بعد 2006 لما صعبنا إحنا وبيتروجيت أنت كنت مسجد تساعة؟ والتاني المدير الفريق من بعديها طبعا يعني أنا سبت الفرقة لأسباب يعني طبعا مش مجالها لا هنتكلم فيها أنا بكقول يعني الملخص على أساس أن بعد 2006 قعدت الترسانة بتلعب موسم 2006-2007 و2007-2008 تحتل المركز الأخير السبب إيه؟ أولادها؟ أولاد نادي الترسانة؟ لأ في الفترة دي السبب الرئيسي كانت يعتبر إدارة أنا أتكلم في الإدارة أنت بتمارس رياضة ولا خلاص؟ لأ طبعا بمارس رياضة على طول أنا مبعدش عن النادي بتلعب تنس ولا بتلعب إيه؟ بلعب تنس بتمشى بس أنا سمعت أنت بتدغلب من طول الأرض في التنس لا لا إيه كمانا؟ أنا حتى مدي بمعادل فتح مبروك عشان اللي هي بنقال لأنا أغلبك قلت له طب يبنى حدد معك فتح بدغلب من كل حد ما تقلعش من فتح يعني إحنا سعداء بوجودك معنا ونتمنى إن شاء الله إحنا نعمل حلقة جميلة للسادة المشاهدين لأن أنت تاريخ كبير سواء للكرة المصرية أو عملت إنجازات للكرة العربية على مستوى الخليج فإن شاء الله كده نقدم حلقة كويسة واتطلع كل اللي في جوابتك للسادة المشاهدين لأنه زي ما قلت أنت راجل خلوق وراجل جميل فمن حقينا أن إحنا نكرمك لو حتى جزء بسيط كده من خلال الكمال ده طبعا يعني أولا يعني أشكرك بصفة شخصية وأشكرك قناة النادي الأهلي إن أنا أول مدى أخذت حاسس إن أنا مش في ستوديو أنا في محراب النادي الأهلي لما ببص حوالي كده فريق عبد المحسن كامل مرتجي كابتن صالح سيديم وكابتن حسن مصطفا في صورة كابتن شازلي وكابتن مصطفا رياض وحطينه كابتن حسن شحاته وكابتن في كل ناس أنا حاجة طبعا النادي الأهلي الموجودة اللي قدت لمصر كل واحد حقه يعني قد مصر فطبعا وأنا بعتبر نفسي في وسطها زي الكوكبة الكبيرة من رسائل الأندية ومن نجوم النادي الأهلي طبعا يعني مدي المكان له هبة اللي هي فعلا هبة النادي الأهلي هبة الأندية الكبيرة اللي هي بترعى الجميع فطبعا يعني بقدم شكري وتقديري لأسرة البرنامج وليك طبعا شخصيا كزميل طبعا في الملاعب سعدني إن أنا كنت وطبعا يعني بيشرفني إن أنا أكون معاك في أي وقت من الأوقات كابتن شاكر كابتن مصطفا إن إحنا مبسطين إن إنت موجود معنا النهاردة إحنا هنعمل تأرير صغير حاجة بسيطة كده وهتقعد وتشرب حاجة ونبدأ نتكلم بقى في إنجازات وفي تاريخها وفي الحاجات دي كلها إن شاء الله إن شاء الله شكرا